فهذه الجنة لا يدخلها إلا الطيبين كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة ويقولون سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدي وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقوله طبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ظهر ظواهركم فادخلوا الجنة خالدي وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا ومن من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبر فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يمشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزيل كل خبثه أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر أو يصفى في نار جهنم وليار بالله حتى يدخل الجنة طيب أنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه بثقال ذرة من خبثه ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرر على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى يا رب فيقول الله وهذا كله من طيبه انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبائل فيقول يا عبد ألم تفعل كذا فيقول بلى وهو مشفق من الكبائل مشفق من الكبائل يعلم نفسه ما نفعل فيقول يا عبد ألم تفعل كذا ويقول بلى يا رب بلى يا رب فلا يا رب فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيدخل الجنة فيقول يا رب ما زال هناك ذنوب لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وانا اقلبه لك حسنات حسنات لي قلبها حسنات لانه طيب والله لانه طيب جل جلال لانه طيب فيقول العبد لانه يطمع ان تقلب الكبائر الان وقبل قليل كان خايف ان تمرح فيقول يا يا ربي يا ربي ما زالنا كلي الظنوب فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله لانه طيب فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فادخل الجنة فيدهب فيأخذ كتابه بيمينه فيدهب لانه المحشر وهو قبل قليل خايف ان يفضح او خايف ان يؤتى باسمه لا يريد الناس يعرفوه لما يعلم لما عنده من الدعم فيقول هاهم اقرؤوا كتابي اللهم يا طيب اللهم يا طيب اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونشيدك على حب من يحبك ونشيدك على حب كل عمل يقربنا الى ربك فاللهم يا رب يا طيب طيب اقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب اعمالنا وطيب افعالنا وطيب اخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب اولادنا وطيب مكاسبنا وطيب ارزاقنا وحاشاك يا طيب ان تؤذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونسأل الله جل وعلا ان يعفو عننا وان يربع درجاتنا وان يكفر لوالدينا ويكون لمن قال آمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل المصدر